محمد عليه وعلى آله عليك تكفى دخيله بعدها بشر سأتكلم من الأقوال الذهبية من شرح الأربعين نووية عن النفاق قال الحسن البصري كان يقال النفاق هو اختلاف السر والعلانية والقول والعمل والمدخل والمخرج وكان يقال أس النفاق الذي بني عليه النفاق الكذب وقال الطائفة من السلف خشوع النفاق أن ترى الجسد خاشعا والقلب ليس بخاشع وقد روي معنى ذلك عن عمر وروي عنه أنه قال على المنبر إن أخوة فما أخاف عليكم المنافق العليم قالوا كيف يكون المنافق عليما قال يتكلم بالحكمة ويعمل بالجور أو قال المنكر ويعمل بالجور أو قال المنكر وسئل حذيفة عن المنافق فقال الذي يصف الإيمان ولا يعمل به وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قيل له إننا ندخل على سلطاننا فنقول لهم بخلاف ما نتكلم إذا خرجنا من عندهم قال كنا نعد هذا نفاقا وعن حذيفة قال إنكم لتكلمون كلاما إن كنا لنعده على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم النفاق وفي رواية قال إن كان الرجل ليتكلم بالكلمة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فيصير بها منافقا وإني لأسمعها من أحدكم في اليوم في المجلس عشر مرات قال بلال بن سعد المنافق يقول ما يعرف ويعمل ما ينكر وسأل أبو رجاء هل أدركت من أدركت من أصحاب رسول صلى الله عليه وسلم يخشون النفاق فقال نعم إني أدركت منهم بحمد الله صدرا حسنا نعما شديدا نعما شديدا وقال ابن أبي مليك أدركت ثلاثين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يخافون النفاق على نفسهم ويذكر عبد الحسن البصري قال ما خافه إلا مؤمن ولا أمنه إلا منافق وسئل الإمام أحمد ما تقول فيما لا يخاف على نفسه النفاق فقال ومن يأمن على نفسه النفاق وروي عن الحسن أنه حلف ما مضى مؤمن قط ولا بقي إلا هو من النفاق مشفق ولا مضى منافق قط ولا بقي إلا وهو من النفاق آمن وكان يقول ومن لم يخف النفاق فهو منافق وسمع رجل أبا الدردار رضي الله عنه يتعوذ من النفاق في صلاته فلما سلم قال له ما شأنك وشأن النفاق فقال اللهم غفر ثلاثا لا تأمن البلاء والله إن الرجل لا يفتن في ساعة واحدة فينقلب عن دينه هذا الله أعلى وعلم صلى الله عليه وسلم يسعد أمود يسعد أمود يسعد أمود اشتركوا في القناة